تحت رعاية اسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية اختتمت منافسات بطولة غرب آسيا لبناء الأجسام في نسختها الرابعة وقيمت المنافسات بقاعة الشيخ عبد العزيز بن محمد الخليفة بجامعة البحرين بمشاركة أكثر من 160 لاعبا من مختلف دول غرب آسيا والمقيمين فيها وشهد اليوم الختامي للبطولة تتويج سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة للفائزين بالمراكز الأولى بحضور سعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من المسؤولين والشخصيات الرياضية واستحضور جماهيري كبير ولا فت وأحرزت مملكة البحرين لقب بطولة غرب آسيا في نسختها الرابعة متصدرة جميع الدول المشاركة برصيد 280 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن دولة الإمارات العربية المتحدة التي جاءت وصيفة والجمهورية العربية السورية التي حلت ثالثة من جانبه رفع السيد سامي الحداد رئيس الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية رئيس لجة المنظمة العليا لبطولة غرب آسيا الرابعة لبناء الأجسام رفع عظيم الشكر والامتنان لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية لرعايته الكريمة للنسخة الرابعة لبطولة غرب آسيا والتي أسهم في تحقيق النجاح المنشود لها ترجمة نانسي قنقر